معانا تعامد الشمس على وجه رمسيس التاني بتحصل كل سنة بس السنة دي كان لها وضع مختلف مرتين في السنة في اكتوبر وفبرايب بس المرة دي كان لها اهتمام كبير لان جاية بعد كورونا وكمان كان في مجموعة من الانشطة الاعلامية والشعبية كانت موجودة عليها واهتمام كبير جدا زي ما بنشوف السور هجي نقول ان السيد الوزين كان هناك وكان هناك وقت كبير عدد كبير من السفرة اللواء أشرف عطية محافظة أسوان نستقبلوا عدد كبير جدا من الأجاني في اكتر في اكتر من تمانية ستة وخمسين سفير بزوجاتهم كانوا حضرين والصفحة الرسمية بتاعت وزارة السياحة والأثار نشر بأمانة صور كتيرة جدا الناس كمان تفعلت وناس كتيرة جدا زي مثلا هند كان بتكلم من ضمن الحياة الآلقة كان بتكلم ان رمسيس التاني بتكلم انه صاحب أول معاهد السلام في تاريخ البشرية وكان قائد عسكري وشجاع وبتقول في الآخر جدنا الأعظم جلالة الملك رمسيس التاني تعليقات كتيرة جدا على السوشيال ميديا كان بتكلم على عظمة التاريخ الفرعوني والجودة والجدارة اللي تميزت بيها المنشآت سواء من ناحية الفلك أو العلم الفلك والهندسة طيب دي بالنسبة لقصة رمسيس التاني تعرف ان كريمة كانت هناك في وسط يوم مفروض زميلتنا كريمة موجودة هناك واحنا هنحاول ناخد منها يعني بعض اللقطات بكرا ان شاء الله تحاول لما تيجي معنا طيب